بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فائلون والذين هم لفروج آفرون إلا على أسواجهم أول ما ملك أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون والذين هم لآماناتهم وعهدهم عارون والذين هم على صرواتهم يحافرون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه مطفة في قرار مكين ثم خلقنا المطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشتناه خلقا آخرا فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك بللتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشتنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبع للآكلين وإنا لكم في الأنعام العظة نسقيكم من نافيكم بها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملك الذين كفروا من قومه ما هذا إلا دشع مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جن فتربصوا به حتى إلي قال رب صرني لما كذبون فأوحينا إليه أن اسنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول منهم ولا تقاطفني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإن استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت حير المنزلين إنا في ذلك لآيات وإن كنا لمهترين صدق الله